أن برشد الصالح أن ذكرى السادس عشر من كانون الثاني يوم الشهيد التركماني إنما هو يوم لاستذكار كافة الشهداء التركمان مؤكدا على وجوب العمل السياسي من أجل نيل حقوق الشعب التركماني وفاء لدماء الشهداء وقال الصالح في حديث خاص لفضائية تركماني في بغداد إن ذكرى السادس عشر من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين هي ذكرى استشهاد القادة والمناظرين التركمان الأربعة الذين أعدموا على يد النظام البائد لكن هذا اليوم يمثل رمزا لاستذكار كافة الشهداء التركمان منذ تأسيس الدولة العراقية ومرورا بمجزرة الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وإلى يومنا هذا مضيفا أن الشهداء التركمان لم يسعوا متحقيق مصالحهم الشخصية أو الهرب إلى خارج العراق وترك العمل النضالي لكنهم آثاروا التضحية بأرواحهم لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق شعبهم في مواجهة الأنظمة المتعاقبة في العراق وأكد رئيس الجابة التركمانية العراقية أن أبرشد الصالحي على وجوب الاستمرار في العمل السياسي ومواصلة الجهود ضمن العملية السياسية وخوض الانتخابات المقبلة بكل قوة من أجل تمثيل التركمان الذين يختلف وضعهم كثيرا عن باقي مكونات العراق ونيل حقوقهم وفاء لدماء الشهداء التركمان ترجمة نانسي قنقر